اقرأ هذه الآيات لجلب المحبة والقبول بينك وبين من تريد أي مكان لكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب الفيديو لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ولا تحرموا أنفسكم أجرى مشاركة الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم عن أبي الحسين بن البواب المقرئ قال كان يصحبنا على القرآن رجل مستور صالح يكن أبا أحمد وكان يكتب كتب العطف للناس فحدثني يوما قال بقيت يوما بلا شيء وأنا جالس في دكاني وقد دعوت الله أن يسهل قوتي فما استثممت الدعاء حتى فتح باب دكاني غلام أمرد حسن الوجه جدا فسلم علي وجلس فقلت له ما حاجتك فقال الغلام أنا عبد مملوك وقد طردني مولاي وغضب علي وقال انصرف عني إلى حيث شئت وما أعددت لنفسي من أطرح عليه في مثل هذا الوقت ولا أعرف من أقصده وقد بقيت متحيرا في أمري وقيل لي إنك تكتب كتب العطف فاكتب لي كتابا فكتبت له الكتاب الذي كنت أكتبه وهو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر سورة الفاتحة والمعاوذتين وصورة الإخلاص والكرسي وكتبت له لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إلى آخر سورة الحشر وكتبت آيات العطف وهي لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إلى آخر الآية واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآية وقلت له خد هذه الرقعة فشدها على عضدك الأيمن ولا تعلقها عليك إلا وأنت طاهر فأخذها الغلام وقام وهو يبكي وطرح بين يدي دنارا عينا فداخلتني له رحمة فصليت ركعتين ودعوت له أن يفعه الله بكتاب ويرد عليه قلب مولاه وجلست فما مضت إلا ساعتان وإذا بأبي الجود خليفة عجيب غلام نازوك وكان خليفته على الشرطة قد جاءني فقال لي أجب الأمير نازوك فارتعت فقال لا بأت عليك وأركبني بغلا وجاء بي إلى دار نازوك فتركني في الدهريز ودخل فلما كان بعد ساعة أدخلت فإذا نازوك جالس في دست عظيم وبين يديه الغلمان قياما سماطين نحو ثلاثمائة غلام وأكثر وكاتبه الحسين جالس بين يديه ورجل آخر لا أعرفه فارتعت وأهويت لأقبل الأرض فقال مه عفك الله لا تفعل هذا من سنن الجبارين وما نريد نحن هذا اجلس يا شيخ ولا تخف فجلست فقال لي جاءك اليوم غلام أمرد فكتبت له كتابا للعطف قلت نعم قال أصدقني عما جرى بينكما حرفا حرفا فأعدته عليه حتى لم أدع كلمة وتلوت عليه الآيات التي كتبتها فلما بلغت إلي قول الغلام أنا عبد مملوك وما أعددت لنفسي من أقصده في هذه الحال ولا أعرف أحدا ألجأ إليه وقد طردني مولاي بكيت لما تداخلني من رحمة له وأريته الدنار الذي أعطانيه فدمعت عين نازوك وتجلد واستوفى الحديث وقال قم يا شيخ بارك الله عليك ومهما عرضت لك من حاجة أو لجار لك أو صديق فسلنا إياها فإنا نقضيها وأكثر عنه فإنا نقضيها وأكثر عندنا وانبسط في هذه الدار فإنك غير محجوب أنا فدعوت له وخرجت فلما صرت خارج باب المجلس إذ بغلام قد أعطاني قرطاسا فيه ثلاثمائة درهم فأخذته وخرجت فلما صرت في الدهليز إذا بالفتى فعدل بي إلى موضع وأجلسني فقال ما خبرك فقال أنا غلام الأمير وكان قد طردني وغضب علي فلما أنجئتك واحتبست عندك طلبني فرجعت مع رسله فقال لي أين كنت فصدقته الحديث فلم يصدقني وأمر بإحضارك فلما اتفقنا في الحديث وخرجت الساعة أحضرني وقال يا بني أنت الساعة من أجل غلماني عندي إذ كنت لما غضبت عليك ما غير كذلك عن محبتي والرغبة في خدمتي وانكشف لي أنك ما أعددت لنفسك بعض الله سواي ولا عرفت وجها تلجأ إليه في الدنيا غيري فما ترى بعد هذا إلا كل ما تحب وسأعلي منزلتك وأبلغ بك أعلى مراتب نظرائك ولعل الله سبحانه استجاب فيك دعاء هذا الرجل الصالح ونفعك بالآيات فبأي شيء كافأت الرجل فقلت ما أعطيته غير ذلك الضينار فقال سبحان الله قم إلى الخزانة فخد منها ما تريد وعطه فأخذت منها هذا القرطاص وجئتك به فخده وعطاني أيضا خمسمائة درهم وقال لي إلزمني فإني أحسن إليك فجئته بعد مديدة فإذا هو قائد جليل وقد بلغ به نازوق تلك المنزلة فوصلني بسلة جليلة وصار لي عدة على الضهر ودخيرة أحباب في الله يشرع قراءة شيء من القرآن بنية الرقية أو حصول مطلب مباح فقد روى مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقاء ما لم يكن فيه شرك وفي حديث الترمدي من قرأ القرآن فليسأل الله به سأل الله أن ينفعنا بالقرآن العظيم ويجعله حجة لنا لا حجة علينا وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين القول والعمل في سلوكهم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إذا أتممتموا الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا محمد ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركته كي يستفيد منه كل مسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته